أعطانا مراس المجد الأبدي المجد العتيد أن يستعلم فينا ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على قلب بشر ما عبد الله زيني يحبونه ونحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا وبذل ذاته من أجلنا فالقاعدة الإبريس القاعدة الإلحائية الجمدة التي لا تخور ولا تنهار أبدا أحببتك أبدا فهي قاعدة الحب الإلهي وإذن تديني رجاء شديد جدا من خلال ضعفاتي أقول الله هو يحبني جدا وهو عمل كل ده وأخذ ذاته على شاني هو محتميني استقع عمود الرخان هو محتميني وليس ممكن أن يملي مني ولا يزاق مني طالما أنا أرجع لي طالما أنا أرجع إليه طالما أنا أقدم توبة طالما أنا أجاهد فوق صيعة لأقدم لغاية ما أتحرر تماما كليا من سلطان الخطيئة من سلطان إبريس وأبدأ أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح حسب طالما أنا أحبا القاعدة الأولى التي من إبريس هي قاعدة المحبة قاعدة المحبة والإنسان الذي لا يحب يبقى لا يعرف ربنا كتاب مقصر قال الذي لا يحب لا يعرف الله لا يعرف الله لأن الله محبة الله محبة حقيقية عمليا أحبنا وفزنا زلته من أجلنا وعطانا كل العطايا والمواهب كلها مجانا مجانا نحن عليها بس أن نستفيد منها ونحافظ عليها هذه المواهب والنعم التي ادهلنا مجانا ونجاهد من خلالها لكي يبقى لنا مكان معها في المجد الأبد إن شاء الله يبقى القاعدة الأولى من إبريس هي قاعدة الحب الإلهي وهذه التي تجعلنا دائما متمسكين في علاقتنا مع ربنا وما عندناش يأس من جهة جهدنا الروحي ضد أي ضعف أو ضد أي خطيئة وتدين احتمال لضعفات الآخرين من جهدنا لو هناك ضعفات أو تجوزات البعض من جهدنا نحتمل ونصلي من أجلهم كمان لن نكشف عن عينيهم ويهدوهم لطريق الحق طريق الملكوت لما القاعدة الأولى قاعدة الحب الإلهي ترجمة نانسي قنقر